يتوافد السياح من كل حدب وصوب إلى كوريا الجنوبية كما يعتبر السعوديون أكثر السائحين العرب إليها فتجد عبارات الترحيب باللغة العربية والدعم الفني للقادمين من المطار تحرص هيئة السياحة الكورية الوطنية على المشاركة السنوية في معارض السفر داخل المملكة العربية السعودية لعرض أبرز وأحدث الوجهات السياحية والعلاجية في كوريا الجنوبية كما أن هناك نمو متزايدا في أعداد سياح القادمين من المملكة كما يسعى الجانب الكوري إلى توفير بيئة سياحية مناسبة للمسلمين يعمل البلدان على تنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة 20-30 بهدف تبادل الخبرات في قطاع السياحة خصوصا في مجال السياحة العلاجية أولا الاتفاقية هي من أجل التعاون في هذا المجال والاستفادة من الخبرة الكورية في تنظيم السياحة وفي كذا فهناك لا بالنسبة لنا كما تعلمون اهتمام بالسياحة وبتنمية السياحة وبالخدمات وغيره ولكن عندنا مشاريع الحقيقة كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن هناك تعاون متزايد بين البلدين فقد قرر ميس الوزراء مؤخرا تفويض مسؤولين السعوديين لدراسة مشاريع ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية اضافة الى مذكرات تفاهم مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا تعتبر السياحة احدى دعائم الاقتصاد الكوري لكن الحكومة الكورية تتجهت مؤخرا الى دعم السياحة الداخلية من خلال مشاريع استثمارية وبنية تحتية للاخبارية محمد غروي سيول